اشتركوا في القناة الى صاحب السمو السيد اسعد بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان خلال استقبال سموه لسعادة وزير الخارجية اليوم في مسقط وجرى خلال اللقاء استعراض الروابط الأخوية التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات وأوجه تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين للشقيقين هذا وكان سعادته الدكتور عبداللطيف براشد الزياني وزير الخارجية قد وصل إلى مدينة مسقط في سلطنة عمان الشقيقة وكان في استقبال سعادته لدى وصوله معالي سيد بدر بن حمد بن حمود البسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان وسعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين في مسقط سفير مملكة البحرين في مسقط